هذه المساعدات التي تقدمها دول حلف النيتو لتركيا خلال كارثة الزلزال هل يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق أمام وافقة تركيا على انضمان فنلندا والسويد إلى الحلف؟ مساء الخير أولاً يعني طبعاً كارثة الزلزال برأيي المواقف الغربية الأوروبية إلى جانب تركيا في هذه الكارثة برأيي لينا في الكثير من المواقف بين الطرفين والآن سيساهم أيضاً بطرح ربما طريقة جديدة في التعامل مع العديد من الملفات الخلافية لكن في موضوع إذا كان الزلزال سيفتح الطريق أمام عضوية البلدين السويد وفنلندا لا أظن لأنه الآن وأن تابعنا قبل ساعات تصريحات مولود شاوش أولو يبدو أن أنقر الآن تريد أن تذهب وراء خارطة طريق جديدة فتح الطريق أمام عضوية فنلندا أولاً إعطاء الضوء الأخضر حول هذه العضوية وبعد ذلك يتم مناقشة مسألة عضوية السويد فنلندا أكثر لن أقول حماساً لكن أكثر التزاماً بمذكرات وبنود مذكرات حزيران المنصرين هذا ما تقوله القيادة التركية في السباعة الأخيرة ويبدو أن هذا السيناريو هو الأقرب الآن ترجمة نانسي قنقر